تونس نذكر بذيوفنا سيعدنين منصر وسي سامير ديلو لكن قد كل شيء يفتسام عطينا السنداج في نوصل ثانيا أهم في محور تطهير البلاد شنو قال بالضبط رئيس الدولة هذا هو معز دونك السنداج قبل نذكروا بالسؤال اللي هبطناه على شانيل يوتيوب دي ونا فاهم هل تعتقد أنه رئيس الجمهورية قيسي سعيد قد أعلن الحرب على اتحاد الشغل إلى حدود اللحظة 701 يحدهم اللي صوتوا في علاقة بالسؤال هذي 64% قالوا نعم تسعتاشون بالمئة قالوا لي وسبعتاشون بالمئة غير مهتمين قديش قالوا نعم نعم اربع وستين بالمئة ولي قالوا لي تسعتاش بالمئة واللي غير مهتمين سبعتاش بالمئة بقى ما سيش خلنسأل اللي في معنا في البلاتو قبل ما نزيدوها لنصبها نعم ام لا غير مهتم ما رغبش هو تو هذو بتحليل هم بتحليل ولا أمنيات لا هما ليش من ورايه هما ليش لا تصور نعم نعم اعلن الحرب على الانتحاد لعم توسير الشغل لانا في تقديري لا لن يعلن رئيس جمهورية الحرب على الانتحاد شغل ولن يعلن اتحاد شغل الحرب على رئيس الجمهورية يضم زوز جهات واحد عنده صلاحيات برشة والاخرى منظمة قوية مش تكون ثم تحرش ومش يكسيت ولكن مش أعلن حرب نعم لا غير مهتمة شي مستحية تكون غير مهتمة مهتمة ونعم نعم انا هم اقول لكم راه وشي ما مقالت حتى شاي راه ومسكينة مزيلة تعطيت حتى شي يا حبيل نادي الافريقية ما زل جاي تفهم في التكنيس وما تفهمش وما تفهمش وما تفهمش وما تفهمش وما راي لا تعرف قدن جيبن بسكت 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 بارك حبيل تفهم فيها حبيلنا نعطي خبار باهي عادة شمس مواصلين مع ابرز ما قالوا رئيس الجمهورية قيس سعيد البرح خلال زيارته إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوين رئيس الجمهورية قيس سعيد البرح قال انه اليوم انا نخوذ معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة يقول نقولها قدام الشعب التونسي ونقولها قدام العالم الكل يقول كفاء من يستخفون بالدولة ما اقترفوه من جرائم ومن يتدبرون الجرائم في المستقبل احكي ايضا على خواناء وعملاء نسمون الكسترين نحن اليوم في معركة تحرير وطني وننخسر أبدا المعركة لن نقبله إلا بالانتصار لن نقبله إلا بالقضاء على هؤلاء بطبيعة الحال في إطار القانون في إطار العدالة وليس خروجا عن القانون المطلب الأول اليوم وهو المحاسبة لابد من محاسبة كل من أجرم يتعامرون في الداخل وفي الخارج إخوانة وعملاء وتعلمون جيدا تحركاتهم واجتماعاتهم وترتيباتهم في تأجيج الأوضاع نحن نحن نشوف سيد رئيس الجمهورية يخرج مبتسم وتقول شعبي العزيز أما نحن لا نراه منذ سنوات إلا عابسا مكفهرا غاضبا مشنترا مكشبرا يخوي يضحك لشعبك تبسم لشعبك هذوما الخوانة والعملاء ثم قضاء يحاسبهم توا بربي سيد رئيس الجمهورية يهو يلوم على القضاء هي شي ما ما قالتش ما انتي هكا قلت قلت الخوانة والعملاء اللي يخصد فيكم توب ما انتي بتبع تقول فيها بسخرية بربي تصور إذا كان اللي يسمع في السيد الرئيس الجمهورية وهو من هو المقول الرئاسية ماش حاجة بسيطة إذا كان ذم ناس من أنصار ولا من غيرهم من ناس الحسنينية يصدقوا أنه معارضي الرئيس بالفعل خوانة وعملاء ويبيعوا في أنفسهم من أجنبي كيفاش يتعاملوا معهم يعني الكلام اللي يقول فيه سيد الرئيس الجمهورية أولا غالط ثانيا اختير ياسر ثالثا وهو الأهم إذا كان لقاءه مع سيد ابو دن كان عنوانه الانكر صارت هذه ما محابش هتعرف هذا شو عنوان استموا فيب بيردو هذا عنوانه الهروب إلى الأمام وعنوانه أنه سيد الرئيس الجمهورية وأقوله اتحمل مسؤوليته أصبح يمثل خطرا دايما على البلاد لأنه يقسم في شعبه ومش هذا دوره وانا يليت كنت نجم نقول كلام آخر يليت نقول برا انجح وانا معاك وانا قلتها في برنامجك في برامج أخرى والبعض المعارضين استغربوها وبعض غير المعارضين ربما ما ميصدقواش أنا نحبه ينجح نحب السيد ابو دن تنجح نحب وزيرك المالية تنجح ونحب الاتفاق متعلق ينجح والاقتصاد يتحسن ونبقى نعارك فيك لحق الإنسان وعلى استقلال القضاء وعلى انتخابات الحرة إما يا رسول الله سيد الرئيس الجمهورية يقول معركة تحرير مش هكي يقول قضاء على هؤلاء ويستدرك الجملة الأخرى استدراكية استدراكية غير ناشحة لأنه تبقى بالقضاء القضاء ما يقضيش على الناس مثلا ما يش قضاء على الناس القضاء يقضي بين الناس ما يقضيش عليهم ويزيد حاجة أخرى تعلمونا جيدا المخاطب شكون شكون تعلمونا الضباط اللي ولا نحن الشعب الشاهد ولا الحاضر الحاضر متخيل اما موش ندافعوا عليه ووقت اللي لا قدر الله ولي ثم خونا وعملاء بالحق حتى واحد ما عاد يصدق لهم كلمة معركة تحرير وطنية شو يقصد بها حسب رايك رئيس حتى معنى حب يحرر بلاد معارضي السياسيين حب يحرر بلاد حارب في الاقتصاد في المالية مش عاملنا لخزع بلاد الشركات الاهلية والصلحة الجزائية قالك أصبح خطرا على الدولة خليفة قبل ما نجيك سيعد نين منصر هل أصبح قيس سعيد خطرا على الدولة حسب رايك هو للأسف معناتها في الأجواء المبوئة هدية والسامة هو صعيب باش تلقى حتى تونسي يبتسم يخلي رئيس جمهورية ولا معارضة الناس كلها مكشبرة بلاد كاملة مكشبرة يتمشي في الشارع معنات ثم ظهر غريبة أنا ساعات تشوف مواطن تشوف مواطن تونسي يكلم في روحه تثبت تقول زعم عامل كيت لا تجاه يكلم في روحه بالجد تم حال توتر كبير يا سيد وحتى العديد من الدراسات اللي صارت ثم حال الضغط كبير